ايام امريكا يا جماعة كنت مرة على قولتهم الفلوس كانت مرة ضيقة فكان لابد اني ألقالي طريقة اني أطلع لي مصدر دخل فواحدة من الطرق اللي استخدمتها وكانت مرة فعالة ورهيبة ودي أشرح لكيها اليوم وهي تصلح لطلاب الجمعات ولا للناس العاطلة وش الطريقة دي؟ اني أخذ لي حساب انستجرام اشتريه اللي تلقى عنده عشر الاف متابع عشرين الف متابع ورح حاول ألقالي شخص ثاني ياخذ مني واغلب الاشخاص اللي يدوروا للشيء هذا هم ناس تبغى تصير مشاهير يعني ناس ودها ان يكون عنده متابعين وكذا عرفت السافة دي ما تضبط مرة بالحسابات العربية لانه ما في كثير ناس عند العرب يعني ودهم انهم يصيرون مشاهير ولا ودهم انهم يصيرون يعني انفلونسر لكن لو تريد تروح للأجانب تريد تلقى الملايين والملايين والملايين وتقدر تسوي هذا الشيء مرارا و تكرارا اكثر من مرة طيب وش رايك بدل ما قد تفلسف عليك قدام الكاميرا نروح الى الكمبيوتر واشرح لك ياها خطوة بخطوة طيب عندما يكون جاهزين انا جاهز اخذي خطة العمل اللي رح نمشي عليها حلو اول شي رح نبحث في الانستجرام على الحسابات من بين 8000 متابع الى 60 الف متابع ورح اعلمك شلون حين نسوي هذا الشيء لازم يكون تخصص صفحة يكون بالموضة والازياء او الرياضة ليش؟ لان هذه اكثر تخصصين ممكن تلقى لهم ناس تشتري لو يعني انت مم بس تريد تشتري وتبتلش لا تريد تشتريها وتلقى نفس الحكاية شخص تقدر تبيحها عليه فانا شفت التخصصين هذول هم اكثر شي عليهم طلب ضروري تشيك هل المتابعين هذول حقيقيين وسعر الحساب لا يتجاوز 500 دولار فهذه خطة العمل اللي رح نمشي عليها حاليا طبعا بعد الشراء رح نغير الاميل ونغير الباسورد ورح نحاول نحسر الصفحة والمحتوى لما نجي نبيع رح نحاول نبحث عن شخص بمتابعين قليلين يبحث عن الشهرة فنساعده ونقدم لهذه الخدمة ونبيع للحساب بزيادة على المبلغ إذا كنا نشرعناها بـ 500 دولار رح نزود عليه 200-300 دولار ونطلع إن شاء الله بإذن الله 1000 ريال مربح تمام؟ هذا توقع الخطة جدا واضحة الآن نروح مع أول خطوة دعني أحطها باللون الأحمر أو باللون الأحمر لكي نعلمك عليها الحين خطتنا أن نبحث في الإنستجرام من حسابات ما بين 8000 متابع إلى 60 ألف متابع شون نلقاهم ما دولي؟ تعالوا وريك تعالوا وريك خلا بفتح جوالي معك لأنني أريك تشوف الموضوع أنويك مع بعض طيب خلا طلع لك جوالي هنا هذا جوالي يا سلام عليكم حلو أخذ هذا الآن ما أريد أن أفعله يا طويل العمر أنني دعني أذهب وأكتب فاشن فاشن ألو ورأت هؤلاء الناس هؤلاء الناس الذين سأحاول أن أبيعها عليهم مثل هذه الصفحة لديها 61 ألف متابع حلو وتخصصها شامل لكن أتكلم عن الفاشن والأزياء وزارة ستريت ستايل ومع ذلك ومع ذلك هل تعرفتوا؟ فهذه ممكن أن أطلب منها للبيع هل تبيع حسابك أو لا؟ أدخل لديها طعمك للحساب ميسج ونأكتب هل تريد أن أقوم بعمل بيج حلو وأكمل مشواري طبعاً لا أوقف عليها سأكمل مشواري فهذه الطريقة أنني أكتب فاشن هنا حلو أو أنني لا أدور في الهاشتاك أكتب فاشن هنا وأدخل على أي واحدة من الصفحات التي تظهر لي هنا قدامي يفضل أن تكون صفحة أجنبية مثل هذه صفحة أجنبية حلو فماذا أفعل؟ سأضغط سأضغط على الزر هذا سأضغط يوجد زر مثل السهم سأضغط عليه عندما أضغط على السهم سيظهر لإنستجرام صفحات مشابهة مثلا 582 ألف طبعاً مرة غالية تكون كسعر وما تصلح أن أبيها وأشتريها لكن سأضغط حوص 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 من عندها يمكن أن يكون نحن من عندها متحبين قليلة عادة أفضل أن يطلع من سناب شات إن شاء الله عليكم مرة مرة تساعد من المتحمسين معي بسناب شات ودائما ترسلون لي وشكراً على هذا التفاعل وأرجوكم مرة تفاعلوا معي بسناب شات سأضغط حساب حوص هذا 49 ألف هذا واحد من الناس التي تستفيد منها فأرسل لها نفس الحكاية مرحبا مرحبا هلو 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 رسلت له نكمل عملية البحث هذا عنده 60 ألف شوف بدأت تطلع الآن الأكاونتات الصغيرة 87 ألف 92 ألف سنجد ما عليكم سنجد نجد هلو هذا 40 ألف هذا 40 ألف هذا ظهر أنه شخص واحد هو قاعد يصور فلا توقع أن هذا شخص مهتم أن يبيع فإذا تمشى إلين ألقى حساب آه هذا ممكن أن يبيع هلو فنفس الحكاية بأكتب له نفس الكلام هلو هلو هل أنت مهم في بيج أنت مهم أنت مهم هل هل يقولون لي هل 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 نتخص الصفحة سيكون موضة أو الرياضة فإن أقوم أضع فتنس فتنس هل نبتل على اللفة حق كما قلنا اللفة ندخل على صفحة وراء ثانية صفحة وراء ثانية صفحة وراء ثانية إلى أن نجد حسابات لديها متابعين قلالة الموضوع يأخذ منك وقت يأخذ منك من ساعتين إلى ثلاث ساعات على مما تجد الحسابات المناسبة التي تستطيع أن تفهمها مثلا هذا قد تلك أكتب حسنا هل تفهم تفهم بإمكانك بساعتك بساعتك لديك أرد أرد من الموضوع أرد ذاولي من الموضوع هل تريد أن تحلق مرحة هل تريد أن تساعتك مرحة 200 دولار أرد أن أرد أنها هل تريد أن تريد قلت لقلت الوزر 700 دولار كل التعليقات الوزر لأنني سألت لها هل كل المتابعين لديك حقيقيين؟ قال لي أنه يوجد 17 راش متابع 700 دولار ومستحيل لدفاع هذا مبلغ له فأشكد ما شريت الحساب طبعاً هناك شيء مهم خلصنا هذه النقطتين حلو هل المتابعين حقيقيين ولا لا؟ ما أقدر أشيك المتابعين حقيقيين ولا لا؟ اكتب في جوجل هذه الكلمة لي إنستجرام إنكيجمنت كالكليتور حلو إنستجرام إنكيجمنت كالكليتور تمام؟ يظهر لك الكثير من المواقع أنا دائما أستخدم هذا Flanks حلو Flanks.com فأضع لدينا هنا لكي أضع لكم الصفحة لكي تدخلون عليها Flanks Flanks تمام؟ هذا Flanks حلو ماذا أفعل؟ أخذ الحساب تمام؟ كما ترى الحساب أخذ الحساب أكتب اسمها أخذ الحساب أكتب اسمها أخذ الحساب أكتب اسمها سن كيف تنسخ اسمها سن كي آر ف آي تي تمام؟ سيعطيني الرقم خمسة عشر بالمية أيوه هذول الناس اللي أنت تبحث عنها أنت يعني شف هذا هذا لو قاعد لي خمسمية دولار شريتها على طول ليه؟ لأنها من خمسة عشر بالمية الانجاج منت وفوق خل نروح نشوف مثلا الصفحات الثانية اللي ردوا علينا اللي ما ردوا علينا خلنشوف مثلا هذي حقية الفتنس حلو؟ خلنشوف نحطها نقول له أريو اللي هي بادي آم بادي بوتي فتس بوتي لفتس حلو؟ بضغط عليها بشوف الانجاج منت ريت حقها زي ما انت شايف صفر فاصلة ستة وسبعين بالمية حتى لو قاللي تعالخذ الصفحة بثلاثمئة دولار ما رح نشتريها حتى لو قاللي الصفحة شتريها بثلاثمئة دولار ما رحشتريها لان ثلاث أربعة المتابعين موحقيا أنتبغى على الاقل لا يقل لا يقل عن خمسة بالمية هنا هنا تبغى ما يقل عن خمسة بالمية فراح تكمللك اللفة هذه فأنا ليش أقول لك أن الموضوع ما رح يكون مرة سريع لانك لازم تمر على كذا هل تتأكد أن تصلح لك أم لا، فأذهب إلى نفس الحكاية هاي اندهايب هاي اندهايب، هذا لديه 6.76 بالمئة نعم، 6.76 بالمئة هذا مهم من الناس، لو عرض عليه 300 دولار بالنسبة للصفحة التي لديه 25 ألف فالور أبدفع لـ 300 أو 350 من هذه النواحي هل هل مهم؟ حساب ما هو من الوافق؟ نعم، فقرى عملية الشراء نعم، نعم، نعم هل تشتري؟ سوف تشتري مننا يطويل العمر ومعن طريق حساب بيبال حساب تدخل على البيع أو الشراء عن طريق الشراء الشراء عن طريق حساب بيبال بايبال تمام دعني اكبر لكم اضع لكم الشيط كلها تحت تحت الفيديو هذا تدخلون على الحساب حساب حول لي الفلوس لا تشتري مننا الا عن طريق بايبال لا تشتري من اي حساب اي شخص الا من طريق بايبال لان بايبال سيضمن لك فلو لعب عليك سيضمن لك فلوسك بايبال يضمن لك حقك حلو لو شرأت من اي طريقة ثانية لا يوجد طريقة ان تضمن حقك لان كتب تحول الفلوس وعلى ان يرسلك الاميل والباسورد حق حسابه لو لم يرسلك الشيين هذولي على طول يجبك ترفع شكوى عن طريق بايبال وبايبال يرجع لك فلوسك خلال يوم واحد فقط حلو ومرة سهلة ان تشتكي على هذا وشون تسوي حساب عن طريق البايبال وشلون هذا تدور في اليوتيوب تلقى ملايين من الفيديوهات شون تعلمك شون تسوي حساب عن طريق البايبال حلو طبعا بعد الشراء اهم شي انك تغير الايميل وتغير الباسورد وتحسن الصفحة والمحتوى يعني مثلا خرروا صفحة الاخونة حلو حلو فلو قررنا ان نشتري صفحة الرجال هذا حلو وش بنسوي بنحسن المحتوى طبعا هي كلها تتكلم عن المن ستايل وما المن ستايل وغيرها فلذلك بنحسن المحتوى حقها بنحسن المحتوى حقها شوف هنا مثلا ما في ستوري كثير بنضيف لها ستوريز بنحسن الكلام المكتوب هنا بنعدل الستوريز حقتها الأولى هذه الفيرسس ما فيرسس عرفت بنعدل الكلام هذا بالرتبة فطرق تحسين للصفحة هذه حلو وليش مو بلازم انك تسوي التحسين طبعا هذه مو بشرط لكن اذا حسنتت من الصفحة ورفعت عدد المتابعين بيكون الفرصة انك تبيعها بسعر اعلى بيكون مرة كبيرة حلو طيب حين شرنا الصفحة وحسننا المحتوى ونقوم بعمل كل شيء شلون ابيع الصفحة هذه ابدخل على هاشتاقين خلو ابركم هاشتاقين ابدخل اول شيء على فاشن لو نقول ان شرنا هذه ونبغى الشخص يكون رجال حلو لاني انا الصفحة اللي لقيتها صفحة حق حق رجال يعني اغلب المتابعين هم رجال ابدخل مثلا على اول واحد هذا عنده خمسين الف لا ما يصلح لي انزل تحت هذا عنده اه يا اسلام ايوه شوف ان ندخل على هذا لا هذا ما يصلح لنا هذا برضه ما يصلح لنا اه هذا ما يصلح لنا اهلا 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 هذا صيدتنا هذا واحد من الناس اللي اقدر ابيع له الحساب ليه لانه هو تخصص بالفاشن هو يحب يضع اشياء فاشن كثيرة فانا اختصر لوقتها اختصر لوقتها بدل ما يجمع يصل الى 25000 انا اقدر اوصل الى 25000 في اليوم فاجي لما اقول لها انت اسمع ان البيج حقتك جميلة وش رايك تشتري صفحتي طبعا بعد ما تشتريها ان شاء الله وسرتم كل شيء تكتب لي الرسالة هذه هلو من الصفحة حقتك الرئيسية اعرفت هل تكون مهمة باينج 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 ونجمع باينج 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 لا تقول السعر اتتوقع ونجمع باينج باينج وصدقني بتنصدم بعضهم يعرض عليك 1000 دولار بعضهم يعطيك 900 دولار بعضهم يعطيك مدر وشو فأنت على حسب العرض اللي يجيك وبعضهم بيقولك لا والله بأشتريها 100 دولار واسحب عليه اللي يقولك بأشتريها 100 دولار اسحب عليه وكمل اللفة حقتك نروح عند هذا شوف هذا عنده 3000 متابع مرة وده انه يصير عنده متابعين كثار واضح انه وده يصير مشهور فهذا يعتبر صيدتي رقم اثنين وبعرض عليه الخطة حقتي او بعرض عليه الحساب حقي اتوقع ان الطريقة جدا سهلة وجدا مفهومة ما اتوقع ان الموضوع يبيل لشغل مرة كثير واضحة الطريقة اذا فيه اي سؤال فيه شي تبوني افسره اسألوا بالكومنت انا اجاوب عادة في اول ثلاث ساعات من كل فيديو احطه على اليوتيوب فاذا عندكم اي سؤال او اي استفسارات يريد ان تضعونا تحت ورح اشرح لكم اي شي تحتاجون ان شاء الله على القناة شكرا لمتابعتكم ويعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة